ظهر دور الدبلوماسية المصرية جريا خلال حرب أكتوبر المجيدة فتزامنا مع خوض أبطال القوات المسلحة حرب العزة والكرامة كانت الدبلوماسية حاضرة في مختلف المحافل لتسير خطوة بخطوة مع النصر المحقق واستطاعت أن تكون أداء للتفاوت من مصدر قوة ومن ثم تنفيذ كل القرارات المتعلقة بمجلس الأمن والأمم المتحدة بينما كان ذراع مصر يحمل السلاح مدافعا عن الأرض لآخر نقطة دم كانت الدبلوماسية تجلس على مائدة المفاوضات مرتكزة على ما تم تحقيقه من نصر على الأرض في ملحمة أكتوبر المجيدة كانت الدبلوماسية ظل المعركة ومظلتها منذ فترة الأعداد والتمهيد وحتى تحرير جميع أراضي الوطن المحتلة وتأكيدا على تمسك مصر بالسلام حتى اللحظة الأخيرة كانت القاهرة أول من وافق على قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في 22 أكتوبر رغم استمرار انتهاكات العدو وصولا لاجتماع مجلس الأمن للمرة الثالثة في 25 أكتوبر وإصداره قرارا ثالثا جدد فيه دعوته لوقف إطلاق النار فورا وأعلن إنشاء قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة وهو القرار الذي توقف بالفعل على إثره إطلاق النار تمهيدا لعقد اجتماع بين الطرفين لبحث التنفيذ وفي خيمة تابعة للأمم المتحدة نصبت عند الكيلو 101 على طريق القاهرة السويس عقد الاجتماع الأول بين الوفدين المصري والإسرائيلي في 28 أكتوبر وتركزت المباحثات فيه حول وضع الأسرى والجرحة ورسم خطوط 22 أكتوبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ثم بدأت جولة جديدة من المباحثات في يناير من عام 1974 بأسوان ترتب عليها تخفيض عدد القوات المصرية في سيناء لإثبات نوايا السلام وشروع في اتفاق حقيقي يضمن مصالح الجانبين الزعيم الراحل محمد أنور السادات لم يكتفي بما تم التوصل إليه بل واصل السادات اتصالاته ومباحثاته السرية والعلانية مع عدد من رؤساء وملوك دول عربية وأجنبية حول السلام مع إسرائيل لتنتقل الكرة إلى ملعبهم كلمات وجدت صداها في الداخل الإسرائيلي لواصل الجانبان المحادثات على قدم صلبة لا تخلو من تراخي العدو بين الحين والآخر حتى وصلت المباحثات لطاولة كامب ديفيد للسلام في ستمبر من عام 1978 مباحثات أعقبها التوقيع على معاهدة السلام لإنهاء الحرب وإعادة تدشين العلاقات بشكلها الجديد